تقول يعني هل يجب عليه أن تصلي الأعياد في المسجد أختي الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لصلاة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى من حيث الحكم الشرعي محل خلاف بين العلماء من أهل العلم من يجعلها فرض عين على كل شخص مسلم بالغ مكلف يستوي في ذلك الرجال والنساء من أهل العلم من يجعلها من فروض الكفايات إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين من أهل العلم من يقول بأن سنة مؤكدة بعض العلماء يقولون لا يجب على النساء حتى لو وجب على الرجال لأن النساء لسنا مخاطبنا بصلاة الجماعة ولا الجمعة والعيد من هذا الجنس في اجتماع ولذلك قالوا بأن الأفضل والأولى للمرأة أن تخرج إلى صلاة العيد بارك الله في الجميع المقصود بأن المرأة هذا يوم عظيم من أيام الله عز وجل طيب أن النساء يخرجن إلى صلاة العيد في المصلى أو في المساجد